عرض الوزير محمد عرفان رئيس هيئة رقابة الإدارية في الجلسة الافتتاحية للمجلس الدولي للمشروعات الصغيرة بالأمم المتحدة التجربة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بهدف خلق مستقبل أفضل لها وذلك أمام ممثلين عن سبعين دولة كدى عرفان أن مصر تخود تجربة جديدة وتمر بمرحلة تحول كبيرة في تاريخها المعاصر جعلت منها حالة يلتفت إليها الباحثون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والاستراتيجية في العالم